بسم الله الرحمن الرحيم الخامس والأربعين وهي الأنواع المتعلقة بالناسخ والمنسوخ والمعلوم المدة وقبل أن نشرع في هذا الدرس أود أيضا أن أذكر نفسي وإياكم بأهمية الدعاء لما يحدث لإخواننا في غزة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على أعدائهم وأن يرفع الله عز وجل ما بهم من بلاء وأن يجري الله تبارك وتعالى النصر على أيديهم وأن يرحم الله سبحانه وتعالى يعني موتاهم وأن يتقبلهم الله تعالى في الشهداء وأن يربط الله عز وجل على قلوبهم وأن يجعل الله تبارك وتعالى دائرة السوء على أعدائهم وأعدائنا وأعدائه سبحانه وتعالى بحمده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعذب الكفرة وأن يلقي في قلوبهم الرعب وأن يخالف بين كلمتهم وأن ينزل عليهم رجزه وعذابه فنسأل الله أن يعذب كفرة أهل الكتابة الذين يصدون عن سبيله ويكذبون رسله ويقاتلون أولياءه ونسأل الله تعالى أن يغفر للمؤمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأن يسلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأن يثبتهم على ملة رسوله وأن يوفوا بعهده الذي عاهدهم الله عز وجل عليه وأن ينصرهم الله تعالى على عدوه وعدوهم ونسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم أمين ولا شك أن ما نحن فيه من طلب للعلم وسعي أيضا لبث هذا العلم ولبث علوم القرآن الكريم وبث ما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو من الله تعالى أيضا أن نكون نفعل ما استطعناه في نصرة هؤلاء الأطهار الأبرار ولو بما يتيسر والمؤمن ينصر المؤمن بكل ما يستطيعه من قوة إن استطاع أن ينصره بيده فليفعل وإن استطاع أن ينصره بلسانه فليفعل وإن استطاع أن ينصره بدعائه فليفعل فالمؤمن لا يقتصر على نوع واحد من أنواع النصرة وإنما ينصر المستضعفين من إخوانه في كل مكان بما استطاع فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا بين يديه وأن يرحم الله سبحانه وتعالى ضعفنا وأن يجبر الله عز وجل كسرنا وأن يمكن الله عز وجل لنا حتى ننصر دين الله تبارك وتعالى كما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى منا بمنه وكرمه وقد كان أبو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى ورضي عنه وهو أحد أجل أصحاب الشافعي رضي الله عنه سجن أبو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى في سجن في محنة خلق القرآن هو أحد كما قلت لكم هو أحد أجل أصحاب أبي عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عبده ورضاه بل هو من تولى حلقة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد وفاته فكان أبو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى إذا سمع المؤذن وهو في السجن يوم الجمعة كان يغتسل ويلبس ثيابه ويمشي حتى يبلغ باب الحبس فيقول له السجان أين تريد فيقول حيث داع الله فيقول ارجع عفاك الله فيقول أبو يعقوب اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني فنحن أيضا ممنوعون مكبلون لا نستطيع أن ننصر هؤلاء الكرام ونسأل الله تعالى يعني أن يجعل نيتنا خيرا وأن يجعل الله عز وجل هذه النية نية صالحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعوبة من النفاق فلابد أن يتمنى الإنسان أن يجاهد في سبيل الله عز وجل ومن لم يتمكن من النهوض في الجهاد إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل فلابد أن ينوي النهوض إن تأثر له وهذا هو الصدق الصدق والنصيحة لله عز وجل الصدق في أعداء الله أن يجرد الإنسان حربه عليهم سرا وجهرا تجريد حربهم سرا وجهرا فشأن المؤمن أن يكون محاربا لأعداء الله إن استطاع ذلك معلنا به وإلا كان ناويا عليه وعازما عليه هذا أقل ما يمكن أقل ما يمكن أن يكون المؤمن ناويا وعازما على حرب أعداء الله عز وجل فلو ترك المؤمن ذلك في جهره وأيضا ترك ذلك في سره فإنه على شعبة من النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تعالى أن يمكننا وأن يأخذ مننا حتى يرضى سبحانه وبحمده في سبيله ونسأل الله تعالى أن يجزي عنا إخواننا خير الجزاء وأن يبارك الله عز وجل جهادهم وأن يبارك الله عز وجل ما يفعلونه وأن يجعل الله عز وجل شهدائهم في أعلى عليين وأن يصبر الله عز وجل من بقي منهم حيا إنه ولي ذلك والقادر عليهم ثم نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعلوم القرآن قال رحمه الله تعالى ورضي عنه النوع الثالث والأربعون والرابع والأربعون والخامس والأربعون قال رحمه الله تعالى النوع الثالث والأربعون والخامس والأربعون الناسخ والمنسوخ والمعلوم المد قال هذه الأنواع مهمة يحتاج إليها في الأحكام وقد وضع الناس فيها مصنفات وكتب التفسير أيضا طافحة بذلك ولم نعد المحكم نوعا برأسه إذ كان ما يقابل المنسوخ يسمى محكما وما كان يقابل المتشابه يسمى أيضا محكما والمتشابه إما لاشتراك أو إجمال وقد أبنى المشترك والمجمل فيما سبق هذا الفصل يتعلق بشرح الناسخ والمنسوخ فقوله رحمه الله تعالى هذه الأنواع مهمة قد يحتاج إليها في الأحكام ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى يتعلمون علم الناسخ والمنسوخ يعني يخصون علم الناسخ والمنسوخ سواء كان علم الناسخ والمنسوخ في القرآن أو علم الناسخ والمنسوخ في الحديث كانوا يخصونه بتعلم يعني كانوا يخصونه بتعلم لأن كل من تكلم في شيء من علم الكتاب أو السنة ولم يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصا فالمفسر والفقيه وعموم المشتغل بتعليم الناس العلم لابد أن يتعلم الناسخ والمنسوخ لابد أن يتعلم الناسخ والمنسوخ قد سبق قول علي بن بي طالب رضي الله عنه للرجل أحكمت الناسخ والمنسوخ فلما قال له لا قال له هلكت وأهلكت هلكت إذ تسورت على مقام لا يصدق لك وأنت لا تعلم الناسخ والمنسوخ وأهلكت الناس بما تقصهم عليهم وبما تفتيهم به إن كنت مفتيا وأنت لا تعلم الناسخ والمنسوخ وقال رحمه الله تعالى وقد وضع الناس فيها مصنفات وهي كثيرة بل قال السيوط رحمه الله أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون وقد عدى الدكتور حاتم الضامن رحمه الله تعالى بعض من ألف في هذا العلم في مقدمة تحقيقه لكتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله وهو من أقدم الكتب لقتادة المتوفى سنة سبعة عشر ومئة مئة وسبعتاشر وأيضا ذكر ذلك الدكتور محمد المديفر في كتابه مقدمة الناسخ والمنسوخ لأبي أو في تقديمه لكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد رحمه الله تعالى قال وكتب التفسير أيضا طافحة بذلك يعني في بيان الناسخ من المنسوخ ويذكر العلماء اختلاف النسخ في هذه الآية أو هذه الآية منسوخة أو هذه الآية ناسخة هذا يذكرونه في كتب التفسير ولم نعد المحكم نوعا برأسه إذ كان ما يقابل المنسوخ يسمى محكما يعني ويريد أن يقول رحمه الله تعالى إنه إحنا لم نجعل المحكم والمتشابه أنواع أنواع يعني من أنواع علوم القرآن كما فعل غيره يعني بعض العلماء فعل ذلك فعل ذلك يعني قال من أنواع علوم القرآن المحكم والمتشابه أو الإحكام والتشابه أو الإحكام والتشابه فهو يقول رحمه الله تعالى إنه إحنا لم نصنع ذلك يعني نحن لم نصنع ذلك ليه؟ قال إذ كان ما يقابل المنسوخ يسمى محكما يعني الناسخ يسمى محكم والمنسوخ يسمى متشابه وهذا منقول منقول عن قتادة والربيع والضحاك والسد أنهم قالوا المحكم الناسخ الذي يعمل به والمتشابه المنسوخ الذي يؤمن به ولا يعمل به ولا يعمل به وقد روي نحو هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه وضح وما كان يقابل المتشابه يسمى أيضا محكما ما كان يقابل المتشابه يعني المحكم يطلق في مقابل المتشابه اللي هو ورد في فواتحي سورة آل عمران منه آيات المحكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات وأشهر ما هو يعني السلف في ذلك قولات أن المحكم ما ينسخ والمتشابه المنسوخ أو أن المحكم ما للناس سبيل إلى معرفة تأويله كآيات الحلال والحراب والمتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله كوقت قيام الساعة كوقت قيام الساعة وإحنا طبعا عارفين أن من عادة السلف أنهم يفسرون الآية ببعض ما تتناوله الآية على سبيل التمثيل يعني فهم كانوا يطلقون النسخ على ما يشمل البيان بالتخصيص ونحوه فيمكن أن يشرح ذلك القولان على ما يأتي القول الأول أن المحكمات هي كل آية بينة بنفسها والمتشابهات ما تحتاج إلى أن يبينها غيرها كالمنسوخ والمجمل بنوعين والقول الثاني أن المحكمات هي كل آية كتهيأ للسامع معرفة معناها الذي سيقت لبيانه يعني أن يعرف ما تتوق إليه نفسه مما اجتملت عليه هذه الآية والمتشابهات ما عدد ذات واضح؟ طيب فقال رحمه الله وما كان يقابل المتشابه يسمى أيضا محكما إذن المتشابه يطلق الآن ذكر يعني هنا أن المتشابه يطلق على المنسوخ والمتشابه أيضا يطلق على ما يقابل المحكم إما لاشتراك أو إجمال يعني المشترك يسمى عنده متشابه والمجمل يسمى عنده متشابه وقد شرح فيما سبق المشترك والمجمل يبقى هو كذا شرح المتشابه فلذلك لا يحتاج إلى شرح إلى وضع عنوان خاص بالمحكم والمتشابه وفي هذا النوع نبين المنسوخ فيتبين بذلك المحكم فيتبين بذلك المحكم وضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى ولنذكر في ذلك أمثلة فمنها قوله تعالى والذين يتوفون منكم وأذرون أزواجه وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج نسخها قوله تعالى والذين يتوفون منكم وأذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهي قبلها في الترتيب أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبيت قلت لعثمان ابن عفان والذين توفون منكم والذين توفون منكم يذرون أزواجه قد نسخها الآية الأخرى فلما تكتبها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكان طبعا هذه الآية هي من أشهر الآيات التي تذكر في أمثلة الناسق والمنسوح هي من أشهر الآيات التي تذكر في أمثلة الناسق والمنسوح والحقيقة أن العلماء ذكروا يعني ممن كتب في الناسق والمنسوح أن هذه الآية نسخت أولا عدة متوفى عنها زوجها يعني كانت سنة متاعا إلى الحول وبعدين نسخت إلى أربعة أشهر وعشرة والأمر الثاني أيضا أنه قد كان المتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها سنة سنة فنسختها آية المواريث فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك له الزوج يبال الحقيقة أن الآية ديت فيها كم حكم منسوح؟ اثنين واضح؟ لكن هذه الآية فيها خلال وده اللي احنا ذكرنا المرة الماضية أنه النسخ والمنسوح في الجملة لا خلافة فيه لا خلافة في وقوع النسخ والمنسوح في القرآن الكريم لكن تفاصيل الآيات الناسخة والمنسوحة في القرآن الكريم يقع فيها خلاف وده أشهر مثال هوت ومع ذلك في خلاف فإن بعض السلف يرى أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها إنها متاعنة للحول غير الخرام وأن العدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرة ثم جعل الله لهن وصية منها سكن سبعة أشهر وعشرين ليلة فإذا شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجها يعني حملوا هذه الآية أنها تكمل المدة بتاعتها عادي على سبيل الندب على سبيل الندبية عاوزة تكمل برحتها مش عاوزة تكمل برحتها وهو أربعة أشهر وعشرة يبقى ليس بقيت السنة كام سبعة شهور وعشرين ليلة فهي تعود يتطلع برحتها فهذا الخلاف المذكور في هذه الآية واضح؟ قال وهي قبلها في الترتيب وهي قبلها في الترتيب يبقى الآية ديت يعني ناسخة لقوله تعالى عن القول يعني بالنسف متاعا إلى الحول غير إخراج وإن كانت مكتوبة قبلها في المصحف ديت الآية رقم 240 الآية عفواً والذين تفعلون منكم ويذرون أزواج تربصنوا من أفوزين أربعة أشهر وعشر ومتين وربعة ثلاثين والآية المنسوخة 240 واضح؟ فإن كانت مكتوبة قبلها في النصحف إلا أن هذا لا يضر لأن ترتيب النصحف ليس على ترتيب النجول بل ترتيب التلاوة والمصاحف ترتيب جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى فالتقديم والتأخير في الأخبار والتلاوة إذا لم يوقع الخلل والتناقض جاز وده مثال أهو إن العدة بأربعة أشهر وعشر ناسخة للعدة بسنة متاعاً إلى الحول غير إخراج ثم إن الناسخ مقدم في التلاوة هو المنسوخ نتأخي واضح؟ فده عاد مش في إشكال يعني خرج البخاري إلى آخر الحديث الذي ذكره يعني كأن عثمان رضي الله عنه راعى الإثبات لأنه إنما نسخ الحكم خاصة دون اللفظ وكأنه إلسائل يعني ظن إن ما نسخ لا يكتب وليس كما ظنه بل له فوائد منها ثواب التلاوة والامتثال ولأنه لو أراد نسخ لفظه لا رفع وضح ولأنه لو أراد نسخ لفظه لا رفع وضح طيب قال قال اللذلك هو قولوه فلما تكتبها قال قولوه فلما تكتبها ده استفام إيه استفام إنكار يعني إنت إزاي تكتبها وإنت عارف إن هي منسوخة واضح؟ ممكن ممكن ما يكونش طبعا آه ما يكونش ده معروف للجميع يعني؟ طبعا ممكن وحتى بعد كده كمان لأنه هو ده العلم ما هو أنت ليه تعرف النسخ لتتعلم النسخ منسوخة ما هو أنت تعلم النسخ منسوخ كده ما هو لو واحد ما يعرفش إن الآية ديت منسوخة لو افترضنا يعني إن هو طبعا يعني هو ما يعرفش أصلا الآية ديت منسوخة ولمش منسوخة هيخلي الستة أعتبتها سنة واضح؟ أو مثلا هم مش هيورسة أي وعدها وصية متاعا إلى الحول فذلك وده أصلا أهمية معرفة الناس والنسوخة قال ومن ذلك قوله تعالى والتي يأتينا الفحيشة من نسائكم الآية نسخها قوله تعالى الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهما مئة جلد روى عطاء الفرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما في آية النساء أنه نسخها قوله تعالى الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهما مئة جلد ومن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم نسخ ذلك بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين طبعا نحن عندنا القراءة فإياكم لكن هو كتباه هنا فإن تكن على ما رآه في النسخة طيب قوله ومن ذلك قوله تعالى والتي يأتينا الفحيشة من نسائكم الآية نسخها قوله تعالى الزانية والزاني هذه الآية كانت قبل الحدود اللي هي والتي يأتينا الفحيشة من نسائكم كانت قبل الحدود وأيضا والذاني يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابوا أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما كان هذا أول أمر كان أيضا فيها إن المرأة تحبس ويؤذيان بالقول والشتيمة جميعا اجتموهم يؤذوهم بالقول ثم نسخ ذلك في سورة النور فجعل الله لهن سبيلا السبيل الزانية والزاني فاجددوا كل واحد منهما مئة جلدة فكان أول عقوبة الزانيين في الدنيا نعوذ بالله هذا ثم نسخ هذا عن الزنا كلهم الحر والعبد والبكر والثير طبعا نسخ بعض هذه الآية بالنسبة لغير المحصن بالجلب والتغريب ونسخت بالنسبة للمحصن بالراجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هنا سبيلا الحديث المشهور طيب قال رحمه الله تعالى وروع عطاء القرساني عن ابن عباس في آية النساء أنه نسخها قوله تعالى الزانية والزاني فجردوا كل واحد منهما مئة جلبة ومن ذلك قوله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ثم نسخ ذلك بقوله الآن خفف الله عنكم معنم أن فيكم ضعفة فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين أو كما هي قراءتنا فإيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم معنم أن فيكم ضعفة فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين قال والجهاد وقع النسخ فيه مرارا وكان صلى الله عليه وسلم أولا مأمورا بالمتاركة وكان الجهاد ومنوعا منه في ابتداء الإسلام وأمروا بالصبر على أذى الكفار بقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة إلى قوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور هذه الآيات واضحة طبعا اللي هي آيات النسخ أنه كان رب الله سبحانه وتعالى كان في أول الأمر قال يا أيها النبي حرد الموعد على القتال يكن منكم عشواء صابرون يغلبوا مئتين يبقى كده الواحد المفترض أنه يصبر لكم لعشر ثم خفف الله تعالى طبعا النسخ اللي فات نسخ إلى بدل ولا إلى غير بدل اللي هو نسخ الزنا إلى بدل بدل أثقل ولا أخف أثقل بدل أثقل واضح؟ هنا بدل أخف وبقي الأمر على الندم يعني عاد عاد المسلم يصبر للمية ما فيش بها مشكلة فإن التغرير بالنفس في الجهاد في سبيل الله مشروع التغرير بالنفس يعني هو مش عارف الناس اللي هم بتوع المصادح وحساب مش عارف إيه الجماعة دولي لا يعرفون الأحكام حق المعرفة وإلا في معركة وحتى لو غرر بنفسه في سبيل أن يقتل أعداء الله عز وجل فلا بأس أن يغرر بنفسه في سبيل قتل أعداء الله تبارك وتعالى فقال ربنا سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين يبجع ربنا سبحانه وتعالى الواحد مقابل اثنين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابر واضح كده قال والجهاد وقع النسخ فيه مرارا يعني يعني إيه مرارا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا أولا بالمتارك والجهاد ممنوع في ابتداء الإسلام وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصبر على أذى الكفار يتبلون في أموالكم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ثم أذن الله في القتال للمسلمين حال ابتداء الكفار بالقتال هم بدأوا بالقتال نقاتل ما بدأواش بالقتال لا نقاتل ثم أباح الله تعالى القتال ابتداءا اللي هم بيسمون الآن جهاد ويسمون الفقهاء جهاد الطلب إنما في الأول جهاد الدفع فإحنا مش عندنا جهاد دفع بس كما يقول بعض الناس لا إحنا عندنا جهاد دفع وجهاد طلب لتكون كلمة الله تعالى هي العليا ثم أباح الله القتال ابتداء لكن في غير الأشهر الحرم بقوله فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ثم أمر به من غير تقييد بشرط ولا زواج يعني في أي وقت واقتلوهم حيث وجدتموهم ولذلك كما قال أبو عبيد رحمه الله تعالى والناس اليوم بالثغور جميعا على هذا القول يرون الغزو مباحا في الشهور كلها حلالها وحرامها لا فرق بين ذلك عندهم ولم أرى أحدا من علماء الشام ولا العراق منكره عليهم وكذلك أحسب قول أهل الحجاز والحجة في إفاحته عند علماء الثغور قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واضح؟ طيب قال والآيات في ذلك كثيرة وقد ذكرنا في هذا النوع ما نشخ حكمه وبقي التلاوته وأما ما نشخ التلاوته وبقي حكمه ما نشخ التلاوته وبقي حكمه فليس من مقصدنا إذ هو ليس بقرآن الحقيقة لذا عجيب من المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه فإنه ذكر أشياء كثيرة يعني لا تعلق لها لا تعلق لها أيضا بهذا لكن أيضا هذا من دقة نظري يعني هذا وإنثان يعني يعني يمكن أن يؤخذ على المصنف لكن هذا من دقة نظري وهذا يأتي معنا في أبواب أخرى أيضا في علوم القرآن ينتبه له يعني مثلا في مسألة النسخ عادة يذكرون نسخ السنة بالسنة حتى في كتب علوم القرآن يعني يذكرون نسخ السنة بالسنة معا أنه ده أصلا ليس من حاجة ليس من حاجة علوم القرآن في شيء لكن هم يذكرونه من باب التتميم يعني هم يذكرونه من باب التتميم لكن على أي حال يعني رحمة الله تعالى عليه وأرضاه يعني يعني هذه وجهة النظار لكن ما نشخت تلاوته وبقي حكمه كآية كآية الرجم كآية الرجل قال فليس من مقصدنا إذ هو ليس بقرآن يعني هو لا يتعبد بقراءته وتلاوته كالتعبد بالقرآن لكن التعبد باقي بإيه باقي بحكمه بعمله ونحن إنما نتكلم في علوم القرآن وهذا الحقيقة يعني يعني دقة نظر هذا دقة نظر خلاف يعني ماذا ترون بحققها رضا الله تعالى يعني وبرك فيه أيضا إنه إخراجه نوع بداعي نسخه إلى غير الطوالة ليس بسديد خاصة والكلام فيه قليل وأمثلاتهم عدود هو داء قد يرد على المصنف من جهة أخرى اللي هو من جهة إنه الكتاب أيضا فيه أشياء يعني يمكن أن تخرج من علوم القرآن لكن هذا دقة نظر من المصنف رحمه الله كأنه ينبهك على أمر منهجي إنه أنت بتبحث في علم لا تتفرع كثيرا لا تتفرع كثيرا خارج هذا العلم ولو راجعتم في قولي العز وجل تفسير قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها للإمام أريحيان رحمه الله تعالى فقد ذكر فيها كلاما حسنا جدا في مسألة التوسع في الشرح أو التوسع في العلوم زيادة عن الحاجة قال ولم نذكر أيضا ما نسخ فيه الكتاب السنة وما نسخت فيه السنة الكتاب لأن عندنا في عد ذلك نزاعا فالشافعية رضي الله عنه في الضرب الأول قولان ومنع في الضرب الثاني فلذلك لم نعدهما نوعين برأسهما وأمثلتهما تتلقى من الأصول وغيرها يعني حتى لو كانت السنة متوترة وأما نسخ القرآن بالسنة كما قلنا إن الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يختلف المذهب في أنه لا يجوز كما قال الموردي لا يختلف مذهب الشافعي أنه لا يجوز وأما نسخ السنة بالقرآن فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين الوجه الأول وهو مذهب ابن سريج أنه يجوز أن تنسخ السنة بالقرآن أن تنسخ السنة بالقرآن والوجه الثاني أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ماشي إذن نسخ السنة بالقرآن الظاهر من المذهب الشافعي وما نص عليه في كتاب الرسالة القديمة والجديد أنه لا يجوز نسخ السنة بالقرآن كما لا يجوز نسخ القرآن بالسنة لكن أبو العباس بن سريج من أصحابنا من الشافعية جوز نسخ السنة بالقرآن وإن لم يجز نسخ القرآن بالسنة لأن القرآن آكد من السنة وخرجه قولا ثانيا للشافعي تأوله من تأوله من كلام قالوا أما ما أشرنا إليه من النوع الثالث وأما ما أشرنا إليه من النوع الثالث أو في النوع الثالث فقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نجيتهم الرسول فقدموا بين هدينا جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله نفور الرحيم الآية مع التي بعدها الآية مع التي بعدها طيب قال ابن عطية قال جماعة من الرواة لم يعمل بهذه الآية بل نسخ حكمها قبل العمل لكن استقر حكمها بالعزم عليه كما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه وصحى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما عمل بهذا الحكم أحد غيري وأنا كنت سبب الرخصة والتخفيف عن المسلمين وذلك أني أردت مناجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ضروري فصرفت دينارا بعشرة دراهم ثم ناجيته عشر مرار وقدم في كل مرة درهما ورؤي عنه أنه تصدق في كل مرة بدينار قال علي رضي الله عنه ثم فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبادة أن هذه العبادة قد شقت على الناس فأنزال الله رخصه وقال مقاتل بقي هذا الحكم عشرة أيام وقال قتال بقي ساعة من نهار وكذا قال الزمخشري وقيل يعني ده قول الزمخشري ده بداية قول الزمخشري وقيل كان ذلك عشر ليالي ثم نسخ وقيل ما كان إلا ساعة من نهار وعن علي رضي الله عنه إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبل ولا يعمل بها أحد بعد لم يعمل بها مذنزلت إلا علي كما يقول الزمزم وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان لعلي ثلاث لو كانت لي واحدا منهن كانت أحب إلي من قمر النعم تزويجه فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية النجوة وقال ابن بل تمنها أبوه رضي الله عنه وأرضاه اللي هو إعطاء الراية يوم خيبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي منسوخة بالآية التي بعدها وروى الحاكم في المستدرك حديث علي رضي الله عنه فأخرج من طريق جليل عن منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن النبي ليلى قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن في كتاب الله الآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعد آية النجوة يا أيها الذين أملوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال كان عندي دينار فبيعته بعشرة الدراهم فناجيت رسول الله صلى الله وسلم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجوا يدرهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات قال الحاكم هذا حديث صحيح عن شرط الشيطين ولم يخرجه وأخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب قال قال لما نزلت يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال لي النبي صلى الله وسلم قال ما ترى دينارا قلت لا يطيقونه قال ما ترى دينارا يعني محدد دب دينار قال لا يطيقونه قال فنصف دينار قلت لا يطيقونه قال فكم قلت شعيرة قال إنك يعني وزن شعيرة قال إنك زهيد قال فنزلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية قال قال فبي خفف الله عن هذه الأم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وإنما نعرفه من هذا الوجه ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة وزن شعيرة من زهب يعني وزن شعيرة من زهب طبعا هذه الآية اللي هو يعني هو داء النوع التالي اللي هو المعلوم المدة يعني ما سماه السيوط رحمه الله ما عمل به واحد ثم نسخ وده معنى المعلوم المدة ما عمل به واحد ثم نسخ وكما ذكره يعني هذا لا يحتاج إلى تعليق إنه يعني إن الذي عمل بهذا هو علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن هذه الآية عموما فيها مسائل أولا هي منسوخة بالتي بعدها وقيل إنها نسخت بالزكاة في الآية التي بعدها قيل إنها نسخت بالزكاة في الآية التي بعدها الأمر الثاني أما الذي ثبت فهو أن عليا رضي الله تعالى عنه تصدق وناجى ثم نسخت الآية قبل أن يعمل بها غيره لكن الآية لم توجب الصدق عليهم لكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدقوا فمن لم يناجي لم يكن عليه أن يتصدق الأمر الثالث لم يطد زمان عدم نسخ الآية وإن اختلفوا في تحديده كم يوم بالزبط مختلفين فيه لكن لم يطل عموماً يعني نسخة هذه الآية سريعة أيضاً بعض العلماء يعني بعض العلماء يعني ذكر هذه الآية كمثال على ما نسخ حكمه وبقي لفظه وبقي لفظه واضح نعم وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح الناسخ والمنسوخ كما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه ورضوانه ونسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم نعمه ظاهرة وراطنة وأن يبارك الله عز وجل لنا في هذه المجالس وأن يتمها الله تعالى علينا على خير وأن يجعلها الله تعالى في موازين حسناتنا جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين